يمكننا تلك كبير من قبل منظمة يوين دي بي وحقيقة الواقع الصحي يحتاج إلى تطوير كبير ونحن في وزارة الصحة يعني ما علينا تصحول به أن نعمل على تطوير الواقع الصحي من خلال تغيير النظام الصحي من خلال تطبيق نظام ضمان الصحي وأيضا الذهاب إلى آلية جديدة لتطوير هذا الواقع لأن حقيقة في ظل هذا النظام الاشتراكي لا يمكن تطوير الواقع الصحي في العراق بصورة عامة بنينوى الواقع الصحي يعني متدهور فما بالك بنواحي وأقضيها وبالذات ناحية زمار ناحية زمار اليوم تكاد لا تجد أبسط الأدوية وأبسط العلاجات الأولية تكاد لا تجد وانت تعرف المنطقة منطقة شاسعة جدا لذلك نحتاج إلى مراكز صحية إلى مستشفيات وإلى أدوية وإلى هذا بالبداية أشتغل واجهات بدي على وقعت من فوق وانكسرت يدي جبستها وما صارت ورجعت قالوا لأ العملية سويت لأ عملية طلعت فتت على العملية على الرجلية كل شي ما بيه مستشفى أهلي فتت على المستشفى كل شي ما بيه لا عندي أمراض لا عندي شي وانا عن مديدي فتت طلعت صار عندي فشل كلاوي بسبب هذا المستشفى مستشفى